اهلا بكم بلغت نسبة المشتغلين في المملكة في الربع الثالث من العام الحالي 32.4% من مجموع سكان ممن تبلغ أعمارهم 15 سنف أكثر ومعدل المشاركة الاقتصادية لهم 37.6% وأظهر تقرير لدائرة الإحصاءات العامة عن أعمار المشتغلين تتراوح بين 20 و 39 حيث بلغت النسبة للذكور 59.5% وللإناث 69.7% أما مؤهلات المشتغلين فبين التقرير أن 50% من المشتغلين مؤهلاتهم أقل من الثانوي و 11.3% ثانوي 35.8% أعلى من الثانوي وحول توزيع المهن للمشتغلين بين التقرير أن الذكور 5.8% منهم يعملون في المهن الأولية و 16.1% من الحرف و 16.6% يعملون في مهنة المتخصصين و 28.8% في الإدارة العامة والدفاع و 17.4% في تجارة الجملة والتجزئة أما مهن الإناث أبهر التقرير أن 60% يعملن في مهنة المتخصصين و 13.4% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين ويعملوا 41.1% منهن في قطاع التعليم و 16.5% في قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية أما توزيع المهن على إجمال المشتغلين بيّن التقرير أن 25.8% يعملوا في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي و 15.4% في تجارة الجملة والتجزئة و بيّن تقرير الإحصاءات أن 86.9% من المشتغلين هم مستخدمين بأجر حيث بلغت النسبة للذكور 85% مقابل 96.4% للإناث ينفذ صناعيون عاملون في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات غدا اعتصاما أمام وزارة الصناعة والتجارة والتموين احتجاجا على قرار الحكومة الأخير بتخفيض رسوم الجمهورية على الحقائب والإلبسة الجلدية والأحزمة والأحذية ملوحين بإغلاق مصانعهم وتسريح جزء كبير من العاملين المزيد من التفاصيل في هذا التقرير القرار الحكومي الأخير بتخفيض جمارك والضريبة العامة والخاصة على عدة منتجات أثار سخط العاملين في قطاع الجلود والذي جاء مفاجئا ولصالح قطاعات أخرى القرار نص على تخفيض التعريفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والخاصة على المنتجات الجلدية إلا أن في آثاره تضاربا واضحا بين القطاع الصناعي والتجاري لأسباب عدة أهمها تحفز الاستيراد من منتجات لها مثيل محلي عالي الجودة وحاجة الحكومة إلى زيادة إيراداتها الضريبية والجمركية في ظل ارتفاع حجم الدين العام إلى نحو 24 مليار دينار ما سينتج عنه من ارتفاع لمعدلات البطالة نتيجة لإغلاق المصانع التي تنتج هذه الأصناف لانخفاض هامش الربح وارتفاع التكاليف تخفيض الجمارك من 30% إلى 5% هذا أثر بأثر سلبي جدا وممكن يؤدي إلى إغلاق ما تبقى من المصانع الصناعات الجلدية من اللحظة الأولى التي صدر فيها القرار والأسف صدر بالجريدة الرسمية علمنا إحنا فيه وعلمنا فيه زينا زي باقي المواطنين فهذا إحنا نرجع من الأول الحكومة لازم يكون فيه شفافية مع القطاعات الاقتصادية طلبنا إحنا الحالي أنه إعفاء جميع مدخلات الإنتاج للقطاعين وقطاع الصناعات الألبسة وقطاع الصناعات الجلدية وتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج بالنسبة للصفر أصحاب المصانع في هذا القطاع لوحوا بتخفيض عدد العمالة التي تشغل ما يزيد عن 55 ألف عامل في خطوة أولى ونقل استثماراتهم إلى بلد آخر في حال استمرار القرار في الوقت الذي تجاوزت فيه صادرات القطاع مليار دينار خلال العام الماضي وبحجم استثمار بلغ 164 مليون دينار العمال اللي عندي حوالي 70 عامل عندي بدي شوي شوي أبلش أخلص العمالي تنزل على البلد شوي شوي بدي أبلش أخلص استثماراتي بهالبلد بدي أروح أفتش على شغلات تانية العاملون في القطاع بدأوا يلمسون أثر هذا القرار معبرين عن غضبهم بعد بدء أصحاب المصانع بالاستغناء عنهم أصحاب المشاغل أصبح ما عندهم شغل صفينا بالشوارع صفينا حوالي 2000 أو 1500 عامل بدون شغل أصبحنا عواطلية زي ما بقولوها العالم أنا صناعي إلي 40 سنة بالصنعة إنا مشاغل وانكسرنا فلسنا واشتغلت عندي العالم ومعيش أدفع جربت الصفيد هذا مش منطق مش شغل بشكل على البسطات ببيع العوائل على البسطات مش منطق أنا صناعي معلم كل البلد تعرفني ما ألاقي أصعمي أولادي إلى متى سيبقى هذا التخبط في القرارات الحكومية خاصة وأن دور وزارة الصناعة والتجارة تكمن في حماية القطاعات الصناعية والتجارية معا ودعم المنتج الوطني ليلة خالد رؤيا وقعت مجموعة الصيغ وشركة المثلى لخدمات البرمجيات اتفاقية لتطبيق أنظمة مينايتك للموارد البشرية في جميع الشركات المجموعة في دول العالم وعددها 35 شركة وتعتبر دهنات ناشونال وقناة رؤية من أبرز علاماتها التجارية وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات أنظمة مينايتك المتعلقة في تطوير برمجيات وحلول الموارد البشرية والإدارة المؤسسية لجميع الشركات التابعة لمجموعة الصيغ داخل الأردن وخارجه والذي يعمل فيها أكثر من خمسة آلاف موظف قال المدير التنفيذي لمجموعة الصيغ المهندس فائق الصيغ إن المجموعة تسعى لتحسين الخدمات التي توفرها دائرة الموارد البشرية وإلى الوصول إلى حكمة مؤسسية فعالة من خلال قاعدة بيانات واحدة الرئيس التنفيذي لشركة مينايتك الدكتور بشار حوامده من جانبه قال إن الشركة استطاعت أن تحصل على ثقة مجموعة الصيغ منذ عام 2007 واليوم تجدد الشراكة العلاقة بينهما بتوسع مضلة التعاون لتشمل جميع الشركات التابعة للمجموعة أطلقت شركتا فورد وزين فعالية تمكين المواطنين من التزود بالإنترنت اللاسلكي المجاني بتقنية 4G من زين من خلال تواجد سيارة فورد موستنج في المولات التجارية في المملكة وتشمل الفعالية المشتركة بين شركتين إطلاق مصابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي لشركة فورد وزين بحيث قوم المشاركون التقاط صورة مع السيارة ووضعها بتعليق على صفحات التواصل الاجتماعي للشركتين وهما الموقع الفيسبوك والتويتر ضمن شروط محددة بحيث سيتم اختيار الفائزين عشوائيا ومنحهم جوائز مختلفة ويشار إلى أنه سيتم عرض السيارة في أماكن مختلفة بشكل أسبوعي ويتم الإعلان عن الموقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركتين فورد زين هي فعالية أطلقناها بالشراكة مع بعض الشركة التجارية الصناعية وكلاء فورد في الأردن وشركة زين هي مبدأة أنه سنزود مواطنين بإنترنت مجاني بتقنية 4G LTE مقدمة من زين من خلال سيارة فورد مستنج 2015 الجديدة أول شيء أنه السيارة المعروفة عنها هنا سريعة وقوية وأداءها كثير رهيب نفس الشيء الإنترنت اللي عم بتزوده هاي السيارة هو بيعكس هاي القوة والسرعة اللي بتعكس هاي السيارة هلأ أي حدا بقدر يشوف هاي السيارة عطولي يشبق واي فاي ويجرب الإنترنت